السلام عليكم و مرحبا بكم درس جديد من دروس البهجة أكاديمية اليوم سيكون لدينا واحد الدرس محول أمية في البوينتور أردو معي البال سيكون لدينا واحد بقي يتلفدك الشيطة لفاقيابل و عاد مني كتتوصلوا للدرس ديال البوينتور يلا كتكمل لكم القادية مزيلا إذن بالنسبة للبوينتور أول حاجة خاصة نعرفه على هذا الدرس هذا هو أن البوينتور كائنين غير في جوجة ديال اللونغاج بالطبع اللونغاج C و اللونغاج C++ هاد جوجة اللونغاج هما الواحدين اللي كيحتوي عليش حاجة اسمت هالي بوينتور وهذا من نقاط القوى ديالهم كيني دي لونغاج كبار بحال جاوا والبيثان ولكن ما كينش شي حاجة فيهم كتسمى لي بوينتور دان لاش غدين نقرح احنا شي حاجة بحال معاك لي بوينتور كي أعطيوك لاكسي ديغيكت للميموار ديال بيسي أرغ شي حاجة اللي تعتبرها أنها قوية بزاف ممكن أنك دخل الميموار وتجبد لاز انفرماصيون اللي فيها عن طريق لي بوينتور احنا الأغلبية كنتستعملو غير لي بوينتور و في اللونغاج الخرين اللي ما فيهونش لي بوينتور كنتكلمو معاك للميموار غير بلي بوينتور بينما C و C++ ممكن أنك تكلم مع الميموار بلي بوينتور باش نبسطو الشرح ديال لي بوينتور غدين ندوزو لواحد حاجة اخرى اللي هي لزادرس ديال الميموار ولكن قبل ما ندخلو لهم غدين نعطيوا واحد مثال بسيط افترضو معايا أننا عنا إنت أج ولا إج وبنسبة لهذا الأج ستوكينا فيه تمنتاش هالشي كنا نعرفوه كنديرو في اللونغاج السيء ولكن فين كان المشكل هو أننا نعرفوه أن تمنتاش غادي تستوكها في أج بينما ما عارفينش أج شنا هي ولا كيفاش كتخزين هذيك الانفورماسيون إذا كيفاش كيكون تخزين في في الميموار ناخدو هالطابلو هدا هالطابلو هدا هو الميموار افترضو معايا مثلا أن في الميموار كل بلاسة كنخزين فيها عندها واحد الأدرس ديالها لزادرس في الميموار كيكونوا على شكل أرقام بحال معاكم هذوك الأرقام كل واحد فيهم را كيتسمى أدرس ميموار في الأدرس ميموار شنو كيوقع من اللي مثلا أنا يكن بريد نحت شي فالور كاتمشي تستوكها في شي أدرس ميموار من هذو كليز أدرس اللي عنا في الميموار مثلا فاش ديكلارين احنا الفغيابل آج هادك آج خدا وحد الأدرس في الميموار كتكون أي أدرس بانتليه كي ياخدها في الميموار اللي بالطبع ما مستخدمينهاش في البروغرام ديالنا اللي يخدمين به كيمشي قلب الاشي أدرس وكي ياخدها مثلا احنا ياخدينا آج نفترضو أنه اخدها هاد الأدرس ميموار دابا فاش كنقول أن آج كتساوي ليه 18 رابحة اللي قلت الأدرس سبعة وستينة في 542 غادي نخزن فيها 18 هلاش حنتاش آج ولا هو اللي كيعود ليه هذيك الأدرس في الميموار إذن 18 مشت ستوكات في الأدرس سبعة وستينة في 542 اللي كينا في الميموار آج ما هو إلا وسيلة كنتكلم بها مع الميموار ففهمتو والو ياك شنو هادي نديرو خدوا معايا هاد آج هادي اللي تكلمنا عليها انتم ما استعملتوها كنوندو فاغيابل هادا كله نوندو فاغيابل اللي تكلم لكم تكلم لادرس سبعة وستينة الف وخمسمة وطنونة ونوربين باش يحط فيها 18 وهدك 18 هي لفاغيابل دينا أي فاغيابل ديكلم في البروغرام ديلك راهما كيمشيش ما كيمشيه ولي كيستوكي لك بينما هاداك الفاغيابل اللي ديكلمتو في مكان لنون لاج تيفيابل هادو كل هون كيمشيوا للميموار وكي بحل قلتي كي يستوليوا على واحد البلاسة في الميموار وكتولي انت هاديك اسمية اللي اعطيتي هي اللي كتتكلم بها مع الميموار فاش كتبغيت تستوكي؟ كتستوكي بهاديك اسمية اللي انت عطيتها ولكن في الاصل انت كتستوكي في واحد الادرس في الميموار دابا غادي ندوزول واحد حاجة اخرى نفترضو انك بغيتي تسترجع هاديك الادرس في الميموار مثلا ديكلاري سنتاج وبغيتي تعرف هاداك الرقم سبعة وستين الف وخمسمية واثنون ووربين كيفاش غادي تدير لها؟ اذا باش نسترجعو هاد الرقم يكفي ان انا نديرو ampersand ونتبعو لها اسمية الفاغيابل باش تباليها مثلا اللي بغيتو تديروها في printf ما كتستعملوش سبيسيفيكاتور بورسنتاج د ولا بورسنتاج اف ولا كنستعملو بورسنتاج اي هاداو السبيسيفيكاتور اللي كنديرو بالنسبة هادك and مع اولا ampersand مع اج غادي تفكركم بسكان اف إلا عقلتو مني كام بغيو نديرو مثلا نستوكيو ناخدو لفالو عم نعند الاتيليزاتور اللي غايتابي لنا بالكلافيير كنستعملو هادك ampersand وكنديرو اسمية الفاغيابل مثلا سكان اف بورسنتاج د and وكنديرو معها اولا ampersand وكنديرو معها اج هادك ampersand مع اج رابحلا قلتو ده بغادي تفهم لكم فكرة ديال علش كنديرو هادك ampersand بحلا كتقول لي سير لادغيس ديال اج اللي هي سبعة وستين الف وخمسمية وثنون واربعين وغادي تستوكي لي فيها هادك تمنتاش اولا هادك شي اللي غادي يكتب ليه اللي تيزاتور بالكلافيير إذا بحلا انتا ديركتومون قلتي لي سير نيشان لهاد البلاسة في الميموار وغادي تستوكي فيها هاد الحاجة و هاد الحاجة ده بفين كاين المشكيل هو انه بزاف ديالناس ما كيعرفوش يكسبو هاد 1% غادي تتريني علها واحد عشرين مرة وعد نقول اسمية دياله هاد 1% في البروغراماسيون كان يعنيو بها Operator دوغي في غنصاج كاين واحد الوبراتور اخر اللي ما شفناش مع الجروب ديال اللي كان درنا في فيديو اللي فات كي تسمى اللي هو ايطوال كي تسمى النا Operator دوغي في غنصاج شنو الفرق ما بين هاد الجوش؟ كي اللي غادي يقول لكم احنا ما عرفنا شنو هو الفرق ما بين هاد الجوش بينا صاحبي الولانية فيها غنصاج والتانية غنصاج بمعنى التانية زيدة لالولا بالده اكسون هاتيش تديرو؟ الفيديو اللي يجا ان شاء الله و غادي نتكلمو على الفرق ما بين هاد الجوش و غادي نديرو بخاتيك ديال هاد شي اللي شفنا اليوما ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فاتوا و ترقبوا لاشين ديرو سبسكرايب باش يوصلكم الفيديو جداد شكرا على التتابع ديالكم شوفكم في الفيديو اللي يجا ان شاء الله شكرا 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 شكرا